السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو حبيباتي عاملين ايه طالبات الصف اه التالت اه دادي بمدارس معينيزة الاهلية معاكم ميست نورهين وان شاء الله النهاردة هناخد درسي جيد سهل وبسيط بيتكلم عن الزاوية الممسية اول حاجة عايزين نعرف يعني ايه الزاوية الممسية الزاوية الممسية هي الزاوية المكونة من اتحاد شعاعين احدهما مماثل للدائرة والاخر يحمل وطر في الدائرة يمر بنقطة التماس ايه الكلام دا يعني لانو عندي دائرة زل انت شايفينه هي وده ممس الله أشيط اللي عندي هنا ده ممس يم تطوفين الى الخط اللي عندي هين ده ده ممسه انا عندي الزاوية الممسية المتضللة عندكو دي هي نتجة من تقاطع شعاعين بها احدهم ما ممس والثاني وطر في الدائرة دي بنقول عليها الزاوية الممسية طيب ننتقل على اللي بعده ونقول هنا قياس الزاوية الممسية بقى في هنا حاجات كتيرة جدا ناخدها نظرية ونتيجة ركزوا معاها في كل واحدة بيقول لي أول حاجة قياس الزاوية الممسية بيساوي نصف قياس القوس المحصور بين ضلعيها يعني هنا كأنها زي المحيطية بالزبط بشي احنا قلنا المحيطية نصف قياس القوس خلاص ونصف قياس المركزية وبتساوي المحيطية يعني المشتركة معاها في القوس فنفس الكلام اللي أنا بقوله للمحيطية هقوله على الممسية فعندي هاي شايفين هنا الزاوية الممسية اللي متحدد لكم بالأزرق دي عندي دي زاوية ممسية مشتركة في القوس ألف باء تمام؟ يبقى مشتركة في القوس ألف باء يبقى هي نصف قياس القوس المحصور بين ضلعيها نصف قياس القوس يعني فين المحصور ما بين ضلعيها هو القوس ألف باء يبقى هي نصف قياسه يبقى تمام؟ أول هيا أخذناها أن الزاوية الم칠طية بتساوي نصف قياس القوس المحصور بينضلحي طيب ننتقل على اللي بعده هنا برضو هنتوصل ليه نظرية النظرية دي بتقول إيه بقاء؟ بتقول لي أن قياس الزاوية المrentية بيساوي قياس الزاوية المحيطية المشتركة معاها في القوس يعني إنه الكلام ده؟ يعني لو أنا عندي دائرة زي ما أنتم شافين أنا رسميるكم على الأحمر هنا دي زاوية محيطية تمام دي زاوية محيطية فين الزاوية الم sunny嗎 هيا برأ مع بعض بيشتركوا في القوس الازرق ده تمام يبقى هما اللي اتنين قياسهم قد بعض يبقى قياس الزاوية الممسية بتساوي قياس الزاوية المحيطية اللي مشتركة معاها في نفس القوس طيب نجي لي لي بعده في نتيجة كمان بيقول لي كمان ان قياس الزاوية الممسية بتساوي نصف قياس الزاوية المركزية المشتركة معاها في القوس يعني لو انا عندي زاوية مركزية اهي مرسومة من مركز الدائرة اللي هي بتساوي نصف قياس الزاوية المركزية يبقى الحد دلوقتي خدنا ثلاث حاجات خدنا ان الممسية بتساوي قياس الزاوية المحيطية خلاص المشتركة معها في القوس وبتساوي نصف قياس القوس المحصور ما بينضلعيها وبتساوي نصف قياس الزاوية المركزية المشتركة معها في القوس طيب نيجي اللي بعده اللي بعده هنا هنياخد ملاحظة الملاحظة بتقول ايه ان الزاوية الممسية تكمل الزاوية المحيطية المرسومة على وطر الزاوية الممسية وفي جهة واحدة منه يعني ايه الكلام ده بالرسمة هنفهم لو انا عندي زي ما انتوا شايفين اهو عندي دائرة وعندي زاوية محيطية وزاوية اللي هو ايه اه ممسية بصوا معي لو انا عايز الالم معلش لو عندي زاوية ممسية هتكمل زاوية محيطية يعني شايفين دي ودي مع بعض كده كلهم مع بعض مية وتمانين درجة فدايما الزاوية المحيطية بتكملها زاوية ممسية مشتركين مع بعض او مرسومين على جهة واحدة من الوطر مرسومين الاتنين على جهة واحدة من ايه من الوطر من الوطر اللي في الدائرة تمام طيب نيجي للي بعده ناخد بقى عكس النظرية بيقول لي بقى عكس النظرية بيقول ايه اذا رسم شعاع من احدى نقطتي النهاية لوطر خلاص يعني ايه الكلام ده خلينا نتابع بالقلم مع بعض يعني شايفين ان عندي في الدائرة هنا في وطر اسمه الف باء الوطر ده الوطر اهو ده وطر تمام الف باء بيقول لي لو رسم شعاع اللي هو قصده على الشعاع اللي هو الجزء ده لو رسمنا شعاع من اي نهايتين للوطر ده لوطر في الدائرة سواء رسمنا من عند الف او من عند باء خلاص بحيث كان قياس القوس او قياس الزاوية المحصورة بين هذا الشعاع والوطر بتساوي يعني قياس الزاوية دي اللي هي محصورة بين الشعاع والوطر الزاوية الممسية بتساوي الزاوية المحيطية المشتركة معاها في نفس القوس خلاص او المرسومة في جهة واحدة من الوطر ده يعني شايفين الوطر الف باء المحيطية مرسومة في جهة واحدة منه اللي هي هنا اللي هي الف باء جين كانوا الاتنين دول اضباط يبقى الزاوية دي ممسية يبقى ده الالف ده مماس للدائرة مماس للدائرة خلاص عدة تاني اذا رسم شعاع من احدى نقطتي النهاية لوطر في الدائرة بحيث كان قياس الزاوية المحصورة بين الشعاع والوطر ده اللي هي الزاوية الممسية يعني تساوي قياس الزاوية المحيطية المرسومة على نفس الوطر وفي جهة واحدة منه وفي جهة اخرى منه فان هذا الشعاع يكون مماسا للدائرة يبقى منستنتج ان الشعاع ده مماس للدائرة طيب ناخد مثال على كده بيقولي في الشكل المقابل الف باء قطر في الدائرة الف باء مع مش هيا باء مش وطها انا هكتبها دي باء تمام اذا كان الف باء قطر في الدائرة ميم وميم جيم نصف قطر فيها عمودي ميم جيم نصف قطر فيها عمودي على الف باء اللي هو القطر ودال تنتمي الى ميم جيم والف دال تقاطع الدائرة ميم يساوي ها بيتقطع في النقطة ها وباء ها تقاطع ميم جيم بيتقطع في النقطة نون المطلوب هو اتنين مطلوبين عندين الشكل اثبت ان الشكل دال ها ميم باء شكله رباعي دائري دال ها ميم باء احط عليه دال فين دال ده الهاء ده ميم الشكل ده عايزين نسبة انه هو شكل رباعي دائري طيب نسبة اول حاجة لو ركزنا شوية هقول ان الف باء قطر في الدائرة صح ولو بصينا للزاوية الف هاء باء الف هاء باء شايفين الزاوية دي الف هاء باء هاء باء دي زاوية محيطية مرسومة في نصف قطر دائرة واخدين قبل كده هيبقى قياسها كام هيبقى قياسها تسعين درجة هيبقى قياسها تسعين درجة تمام هيبقى قياسها انا عايزة قلم العادي مش قلم التحديد هيبقى قياسها تسعين درجة تمام اللي هي الزاوية دي اللي انا علمها بالاصفر ليه لانها زاوية محيطية مرسومة في نصف دائرة طيب تمام ده قياس الزوية اذا قياس الزوية باق هاق دال برضو باق هاق دال باق هاق دال دي برضو 90 درجة اللي هي من نحية الثانية لأن اي زاوية جنبه بعض مفروض ان هما 180 صح ولا لا دي 90 يبقى النحية الثانية برضو لها 90 طيب تمام اوي لو بصيت هنا كمان دي 90 درجة يعني دي احنا لسا يلين تسعين ليه لان احنا قلنا ان دي محيطية مرسومة في نصف دائرة قياسها تسعين يبقى اللي بيكملها برضو لحد مية وتمانين تسعين درجة من الجهة الاخر طيب انا عايز اغير لون الحبر عشان نفهم اللي جاية دي بصوا معايا بقى شايفين الزاوية اللي عندي دي اللي احنا قلنا لسا يلين عليها تسعين دي دي هي والزاوية التانية اللي دي تسعين برضو زاويتان محيطيتان او مرسومتين على جهة واحدة من الضلع من ضلع يبقى الشكل ده يبقى دي تسعين ودي زيها تسعين يبقى ده شكل رباعي دائري أي خاصية دي خاصية الزاويتان المحيطيتان المرسومتان على جهة واحدة من وطر أو على جهة واحدة من ضلع من أضلعه دي تسعين واللي زيها هو من دهالين التاني دي تسعين يبقى الشكل ده رباعي دائري ده أول مطلوب تمام يبقى الشكل ده رباعي دائري رسلنا الشكل ده هون مرة تانية وعايز هنا نثبت بقى أن المطلوب الثاني عايز يثبت ان هاق ميم مماس للدائرة مار برؤوس المسلس نون دال هاق الكلام ده فين المسلس نون دال هاق نون اهو المسلس ده ده نون دال هاق هو عايز هنا نثبت ان هاق ميم شايفين هاق ميم هاق ميم ده ده عندي مماس للدائرة عايز يثبت ان هاق ميم ده مماس للدائرة المرة برؤوس المسلس التانية يعني مش بالدائرة دي لو رسمت دائرة تانية هلاقي ان هاق ميم ده اللي هو ده عندي ده هاق ميم ده مماس للدائرة اللي هتمر برؤوس المسلس الصغير اللي عندي هنا اللي هو المسلس الصغير طيب انا لسه واخد من شوية إننا لو أثبت إن الزاوية الممسية اللي بره قد الزاوية المحيطية اللي مرسومة على جهة تانية من الوطر لو هما الاثنين قد بعض يبقى ده ممسا للدائرة طيب خلنا نقول واحدة واحدة كده مع بعض إزاي أثبت الكلام ده نرجع للنون الأحمر أول حاجة بما إن قياس الزاوية هاق دال ميم هاق دال ميم الزاوية اللي عندي دي خلاص قد قياس الزاوية هاق باق ميم هاق باق ميم ليه قد بعض لإن إحنا لسه قلين إن الشكل ده رباعي دائري فدول زاويتان مرسومتين على نفس الضلع هاق ميم اللي اتنين قد بعض مرسومتين على جهة واحدة من ميم هاق خلاص طيب هما اللي اتنين قد بعض وخدنا برضو إن هاق باق ميم هاق باق ميم الزاوية دي دي أحط عليها سام صغير بس كده عشان نفرع هي كمان قد ميم هاق باق ميم هاق باق ميم هاق باق قد دي ليه دي كمان عليها مساق ليه الزاوية دي قد دي لأن لو بسيت كده لأن ده نص قطر صح وده نص قطر فده مسلس متساوي الساقين اللي هو المسلس الصغير اللي تحت ده اللي هو هاق ميم باق فيبقى زاوية القاعدة اللي هي الزاوية دي وده قد بعض اللي اتنين خلاص طيب كويس قوي يبقى اللي اتنين دول قد بعض طيب إذن قياس الزاوية قياس الزاوية اللي عندي هنا اللي هي باق هاق ميم أو ميم هاق باق اللي هي الزاوية الممسية بقى اللي هو مش عايز دي مش هو عايز يزبط ان الممس صغير دي الزاوية الممسية هي كمان قد مين قد الزاوية المحيطية المشتركة معها على نفس الضلع أو الوطر اللي هو هاق نون اللي هو هاق نون يعني الزاوية اللي عندي اللي جوه دي الزاوية الممسية ليه قلنا عليها مماسية لأنه عايز نسبة إن هاء ميم مماس فالزاوية اللي مرسومة بينه وبين المثلث اللي هو الأزرق يعني الخط الأزرق ده والمثلث اللي أنا معلم عليه بالأزرق عايز نسبة إن اللي هاء ميم مماس ليه تمام؟ فهيبقى الزاوية اللي بينهم اللي بين اللي هو المماس والضلع أو الوطر بتاع المثلث ده لو كانت قد الزاوية المهيطية المرسومة على جهة أخرى من نفس الوطر اللي هو هاء نون يبقى المثلث يبقى فعلا هاء ميم ده مماسل للدائرة وإحنا أثبتنا فعلا أنهم قد بعض أن دي قد دي دي قد دي خلاص يبقى عندي هاء ميم مماسل للدائرة المرة برؤوس المثلث نون ده الهاء وده المطلوب التاني تمام طيب بكده نكون انتهينا من درس النهاردة درس سهل وبسيط جدا 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 هو يعتبر مفهوش حاجة صعبة وإن شاء الله مع التطبيقات اللي في الدرس يعني الواجب هيكون الصفحة الأولى والتانية والتالتة من التدريبات لما تحلوها لأنه هو سهل جدا 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 خلاص شكرا للاستمعكم وأستوضعكم الله وعلى إن شاء الله لقاء في درس آخر